إذن هناك يب اليد هذه تكشفها الأجهزة الأمنية لأنه فضيحة للدولة صراحة فضيحة للدولة أن الدولة تعين وزير وبعد ذلك يخير ما بين جنسية أجنبية ما هي قضية أخرى داخلية محلية صارت ترتبط معاملة في فرنسا وفي نفس اليوم اللي تحدث فيه الفضيحة رئيس الجمهورية عبد المجيد التبون يتصل به نظيره الفرنسي ماكرا ماذا داره في الموارد؟ حديث قال لك بأنه حول العلاقات وكذا 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 الكلام الاستهلاكي الذي نعرفه دائما في مثل هذه الحالات طبعا السفير الجزائري في باريس رجعوا يمارس مهامه هو الآن موجود في مكتبه يمارس مهامه بصفة عادية لماذا أنا دائما أقول بأن العلاقات الجزائرية الفرنسية ليست على ما يرام لأن الأمور خرجت من يد في فترة حياة القيد صالح الأمور مسار الدولة الجزائرية خرجها من تحت نفوذ الإليزيو والأمور خرجت من اتفاقية فاندوغراس إذن لماذا هذه الحساسية هذا المشكلة التي تحدث وفي هذا الظرف وسامير شعابنا ترتبط بقضية جنسية الفرنسية إذن الموضوع ليس بريئا أبدا